السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزية طلاب وطلبات الصف السادس الاتدائي. اهلا وسهلا بكم. النهاردة بازن الله هنبدأ في يونت تن وهنتكلم عن اول جزء فيها اللي بيتكلم عن اكسبلورينج يونت ريت او اليونت ريت عمتا من اول لحد لسن سري. ياريت قبل ما نبدأ الحلقة ننزل نعمل لايك الحلقة ونعمل شير عشان اكتر عدد من الناس يستفيد. واهم حاجة تركزوا معايا في حلقة النهاردة. ويلا نبدأ الدرس. اليونت ريت اول حاجة هنرجع نفتكر الريت مع بعض تاني. كنا قولنا قبل كده في الحلقة او الحلقات اللي فاتت ان الريت هو عبارة عن ريشيو. بتوين تو كوانتاتي. بط وث ديفرانت يونتس. يبقى ريشيو ما بين تو كوانتاتي وث ديفرانت ايه ديفرانت يونتس. في شرط مهم جدا في الريت ايه هو اللي لازم السكند تيرم او التيرم التاني ماشي احنا قولنا متعامل ما بين تو كوانتاتي. يبقى كوانتاتي لازم تبقى وان. وهيجينا اوقات تانية هنخلي الكوانتاتي الاولى هي اللي تبقى وان. تمام? يبقى الاساسي في الريت ان الايه هي ان السكند تيرم يبقى وان. يبقى يعني لازم السكند تيرم يكون كام? يكون وان. طب ايه هما تو كوانتاتي دول? نستخدمهم في ايه? في حياتنا اليومية. زي ما واحد مثلا يجي يقولك قريبا مشي بسرعة خمسين كيلو متر في الساعة. وهو يعمل ما بين حاجتين. ما بين الكيلو متر وبين الاور. تمام? بس تهلك مثلا خمسين لتر ابنزيم في مثلا في المئتين كيلو متر. باكل اربع سندوتشات في ساعتين. باشتري مثلا خمسة كيلو مثلا برتقال بعشرين جنيه. فكده كلها عبارة عن ايه? عن ريتز. تمام? وهنا اللي ايه? دي كلها حاجات زي اللي احنا قلنا عليها وهكزا. لما اجي بقى احدد دي يونيت ريت ولا لأ? يونيت ريت قلنا هنا لازم يبقى تمام? يعني بدل دي لازم تبقى هنا يبقى جهزة. ماشي? يبقى بس واحد يبقى برضو جهزة يبقى برضو يونيت ريت هنا سري هنا سري هنا تيتشار هنا كيك يبقى 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 اي حاجة بتاعها يونيت ريت طب لو بس اقدر استخدمها اه اقدر استخدمها كريت. وده طبعا اللي هنقدر اللي هنبدأ نتكلم عن النطة دي. في ايه? يونيت ريت. هنا اليونيت ريت طبعا لها كزا نوع. النوع الاولاني اني بيجيب لي مثلا زي ما احنا قلنا واحد مثلا بيمشي اه بيمشي بالعربية اه خمسين كيلو متر في الساعة. فدي يونيت ريت فردية. تمام? فباجح لها اقول له الفيفتي كيلو متر ديت. هعملها ديفايد ايه? ديفايد المدة اللي هو ماشي فيها. وخلاص اقول له مشي هنا كزا كيلو متر في الساعة. يعني اكزامبل مسلا. اجا اقول لك مسلا نجيب سؤال مين اللي كانوا فوقه هنا مسلا. زي ده كده. فما اجي احاولها اليونيت ريت. هقول له 240. ديفايد ساكس. تمام? ليه ديفايد ساكس؟ لعشان اليونيت ريت. اعني هيا الفهم لطل one. ساكت fifty term لازم تبقى one. فامل عليها ديفايد ساكس يعشان تروح. فتو هندرد ساكس. ديفايد ساكس هي تجدي ليفورتي. فورتي ايه بقىigare. باوند بير تاكت. يبقى 40 باوند بير تاكت. يبقى دي طريقة كتابة الايه? الريت. دي طريقة كتابة الريت. بعمل الاولاني ديفايدد التاني. ليه بعمل ديفايدد التاني? عشان اخلي التاني one. فنعرف احنا اشترينا الحاجة دي بكام? او صرفنا الدي ايه? او او على حسب السؤال. ليجي هنا مثلا 15 pieces of chocolate in 3 boxes. فقوله 15 divided 3. اتديني 5. 5 pieces. ماشي. pier a pier box. يعني البوكس الواحد. السندوق الواحد ياخد خمس قطع. تمام كده? طيب. نرجع لجزء اللي كنا منتكلم فيه. ده طبعا الجزء الاولاني. الجزء التاني بقى بيتكلم عن ايه? منيجي نعمل compare. يعني واحد يقولك. انا اشتريت مثلا خمس تقلام. ماشي? ب30 جنيه. واحد تاني يقولك انا اشتريت المين بعشرين جنيه. تقولك which one is the best? مين الافضل فيهم? مش لازم دايما الافضل يكون الرقم الاعلى. مش لازم الافضل يكون الرقم الاعلى. تمام? يعني كل واحدة على حسب السؤال اللي بيجي فيها. فما جيت مثلا اتكلم في الاكزامبل اللي انه قلته ده. قلته هو اشتريت. يبقى كده القلم واقف بكام? اقوله 30 divided 5 يبقى القلم واقف ب6 باوند. طب التانية. يعمل 20 divided 2 تديلك 10 يبقى هنا القلم واقف ب10 جنيه. يبقى من اللي افضل 10 ولا 6؟ الطبيعة مش هتقولي 10 هتقولي 6. يبقى هنا دورنا على الشيبر. صح؟ الارخص. فمش دايما بندوره على الرقم الايه? الاكبر. كل سؤال وليه طريقة حل. طب لما اجي اقولك مثلا انا جريت 360 متر في 3 دقايه. واحد تاني او زي الاكزامبل ده. 500 متر بير 4 منتس. والتالت جري 590 بير 5 منتس. which one او who is the fastest؟ مين الاسرع؟ الاسرع هو الايه؟ هو اللي جري مسافة طويلة في مدة صغيرة. تمام؟ طب هنحسبها ازاي؟ اقوله 360 divided 3. وهنا 500 divided 4. وهنا 590 divided cam divided 5. ونجيب اجابة كل واحدة. تمام؟ هننزل هنا نشوف كده الايجابات مكتوبة فين؟ هنا مثلا اعتقد اهيت. ماشي؟ نلاقي هنا دي 590. طيب هنحلين كل واحدة لوحدة. احنا نحلهم احنا افضل. انا هنقلين هنا. ماشي؟ ديفايد سرية يديني 120 a meter per minute. طبعا احنا بنعملش الشورت كات دي ما بنعمش الام وكده بتكتب الكلمة كاملة في الامتحان. نجي على بعديها 500 في الفور منت يعني 125 meter per minute. التالت 590 a meter per minute. ماشي؟ هنقول مثلا 90 divided 5 هتديني 18 معا 120. ماشي؟ يبقى 120 هنزود عليك من ايه؟ 18 هتديني 138 متر بير ايه بير منت. يقولك which one is fastest؟ هل اللي جري 125 متر في ديئة؟ ولا 120 متر بير منت؟ ولا 138 متر بير منت؟ طبعا ده هو الايه؟ هو الافضل لانه جري اطول مسافة فين في المنت؟ طبعا مين اقل لواحد هو 120 واللي في النص هو 120 ايه؟ 205 يبقى زي ما قلنا نرجع نقول تاني ان كل لطريقة حل معينة كلهم مزي بعض. طيب ننزل على الجزء اللي بعد كده اللي هو بتكلم using the unit rate زي ما قلنا من شوية انه مش دايما الاقل الرقم الكبير يبقى هو الافضل ومش دايما الرقم القليل هو اللي يبقى الافضل كل حاجة وليها ايه؟ وليها طريقة حل صح؟ طيب هنا مثلا بيقول ايه؟ بيقول ان هنا الساندويتش ب 30 باوند وهنا الساندويتش ب 25 باوند فالطبيعة الافضل هي بت 25 باوند لان سعر الساندويتش هنا ايه؟ ارخص فهنا افضل طب هنا هنا اشترى 3 كنز الواحدة بجنيه وهنا اشترى 2 كنز الواحدة بجنيه تمام؟ فور ايتش لا هنا التلاتة دول مع بعض بجنيه وهنا الاتنين بجنيه يبقى انه الافضل هيه؟ اه الاولى مش كده؟ يبقى هنا بصنا على ايه؟ على جريتست اماوند الكمية الاكتر هنا بصنا على الاوست برايس السعر الايه الاقل يبقى ان الريت مش دايما نفس الايه نفس الحال طب نيجي بقى على الجزء مهم جدا احنا دايما بقول ايه؟ اه انا مثلا مشيت 3 كم ماشي استهلكت فيهم لتر بنزين يعني لتر لكل 3 كم هل ما ينفعش اعكس؟ اقولك الكيلومتر الواحد استهلكت فيه كام لتر بنزين؟ ينفع مش كده؟ اما اقولك ماشي امام؟ اشتريت خمس ساندوتشات ماشيت؟ اه ب30 جنيه مسلا فانت تقولي بقى الساندوتش واقف مسلا بمسلا يعني بخمسة جنيه الساندوتش بكام؟ بخمسة جنيه ما ينفعش اقولك مثلا التلاتة جنيه يجيبوا كام ساندوتش؟ طبعا هم مش هيجيبوا كام ساندوتش بس ينفع ففي الحال دي هتقولي ايه؟ هيجيبوا مثلا نص ساندوتش هيجيبوا ربع هيجيبوا مش عارف ايه؟ مزبوط؟ يعني ده معناها ان ده معناها ان يجيبوا في الاكزامبل هنا رشيو اف ناين كيلومتر بير سري ليترز فجي قالي لايه؟ سري كيلومتر بير لتر يعني كل لتر بمشي فيه تلاتة كيلومتر وجيه عكسها قالك السيرد لتر بمشي بيه كيلو شفت عكسها لك ازاي؟ ده النقطة اللي انا اقصدها هنفرم طبعا الكلام ده في الاكزامبل ده نجي هنا مسلا بقول لي ايه؟ هنا اول واحدة اول اكزامبل اول كوتشان بقول لي ايه؟ يعني الكيلو جرام الواحد بكام؟ كيلو جرام الواحد بكام؟ يبقى ده معناها ايه؟ معناها ان انا عايز هنا الكيلو اللي عندي دي اخلي كل واحدة من دي ون وطالما اخليها ون يبقى هعمل ديفايدد على نفس النمبر يعني هنا ديفايدد فايف هنا ديفايدد ايت هنا ديفايدد توالف مش كده برضو؟ وطبعا اللي بعمله هنا براح عامله ايه؟ هنا يبقى هعمل هنا برضو ديفايدد فايف هنا ديفايدد ايت هنا ديفايدد ايه؟ توالف تمام؟ يبقى بنقرب لك يعني الكيلو جرام الواحد بكم باوند خلاص هنا عملت يبقى الكيلو جرام الواحد بسبن يعني بير كيلو جرام يبقى كل كيلو جرام بسبعة جنيه نيجي على اللي بعدها نعمل هتديني 6 نيجي على اللي بعدها نعمل هتديني 5 تمام برضو هنكتب يبقى هنا ب7 هنا ب6 هنا ب5 اما اجهزالك بقى هتقول لي 7 ولا 6 ولا 5 طبعا في الحالة ده هتقول لي 5 صح؟ اخدنا ايه؟ اصغر رقم الكيلو ب5 جنيه الطبيعة هاخد ده مش ااخد الايه؟ تش ااخد الرقم الكبير مظبوط؟ طيب تعالوا نشوف كده اللي بعدها بقى يعني الجنيه الواحد يجيب لي قد ايه؟ زي بالزبط انت دخلت مسلا تشتري لحمة خلاص؟ فدخلت تشتري تقول لي يا عم الكيلو كام؟ قالك الكيلو مسلا ب300 ب400 فانت طبعا معكش الرقم ده قلت له ايه؟ طب انا معاي خمسين جنيه اجيب بيها قد ايه؟ معاي خمسين جنيه اجيب بيها قد ايه؟ بايحسب لك اقولك مسلا ربع كيلو نص كيلو دي نفس الفكرة هنيجي هنا بقى يعني الجنيه يديني كم كيلو ففي الحلقة دي هعمل divided على الباوند عالجانين نفسه يبقى هعمل هنا divided 35 هنا divided 48 هنا divided 60 وان اللي بنعمله هنا براح نعمله ايه براح نعمله هنا يبقى عامل هنا برضو divided 35 هنا divided 48 هنا divided 12 لما اعمل دي divided 35 هتبقى 5 over 35 مش كده برضو equal 1 over 7 طب دي 8 divided 48 هتديني كام 1 over 6 هنا هنعمل divided 60 هتديني 1 over 5 وجيت اسألك which one is the best هل 7s ولا 6s ولا 5s طبعا اللي مش اخد باله هيقول 7s اه مستلم دا الرقم الكبير لا خل بالك برجع بالذاكرة كده لما يكون النوموريتور equal يبقى الرقم الصغير تحت هو الكبير يبقى افضل واحدة بالنسبة لي هي دا اللي هي الايه اللي هي الفيفس يبقى الone bound هيديني ايه هيديني يبقى دي افضل ايه افضل حاجة يبقى ناخد بالنا in rate لطريقتين تمام ننزل هنا طبعا دا الايه الحل بتاع الايه بتاع السؤال نيجي هنا بقى على اخر فكرة عندنا يبقى انا عندي هنا كل ست ايه هيه ست كبايات من الدقيق بيعملولي كيكتين يعني هنا معافش كم كباية هيعملولي وحينا عمل لي ريش ما بين دي ودي او ريت يعني صح ما بين السكس والايه والتو ورجع برضو عمل لي ريت ما بين دي ودي اللي اتنين زي بعض لاني هنا قالك كابس فلور وهنا كابس فلور هنا قال لي كيكس وهنا قال لي كيكس يبقى هنا بعمل كمبير ما بين حكتين ناشي بقولك انا استخدمت ست كبايات دقيق اعملولي كيكتين يبقى محتاج استخدم كام كبايات دقيق عشان اعمل خمس كيكايات فممكن نعملها بطريقتين ياما الطريق اللي انتو شايفينها دي واعمل سيزورس اعمل ده طايم ده وده طايم ده فايف طايم سيكس بسيرتي والاجابة عملها ديفايد ايه ديفايد تو يبقى ثيرتي ديفايد تو تديني فيفتين يبقى الاكس هنا فيفتين اللي هو نامبر في ايه كابس فلور ممكن نعملها بطريقة تانية اه اقول له هنا سيكس وتو اقول له سيكس اوبر تو اكوال اكس اوبر كام اوبر 5 ونعمل اكوالانت فلاكشن صح؟ يبقى اقول له التو مثلا بقت 5 اعملت لها طايم كزا فاعمل نفس الطايم فوق او اعمل برضو سيزورس يبقى 5 طايم سيكس بسيرتي يبقى تو طايم كام بسيرتي هتديلك برضو ايه 15 فادتلك 15 كابس او ايه طبعا لو لاحظته هتلاقيني اه والحاجات اللي هي اللي هي اللي زي دي كده ماشي ما باش رحاش لان انا مش عايز اتقل عليكم بصراحة بالمعلومات اني هميني تفهم المعلومة البسيطة الحاجات دي كلها طرق اخرى للشرح وليست اساسيات يعني انت تقدر تحل من غيرها فافضل بقى يعني اتقلوها احشد مخكو بمعلومات زيادة وفي الاخر هنطلع بنتيجة قليلة لا انا مش عايز الكلام ده انا هميني ان انت تبقى فهمت الفكرة ده سؤال اخير انا نشرحه بسرعة كده مع بعض عشان نبقى احنا كده خلصنا الدرس يعني اللتر هيمشين مسافة دي ايه وطالما قلت اللتر يمشين مسافة دي ايه يبقى عمل ديفايد للتر فين اللتر اهو يبقى عمل هنا ديفايد 6 وهنا ديفايد 6 او سيبك من دي اعمل على طوله هنا ديفايد 6 هنا ديفايد 8 هنا ديفايد 7 وشوف الااجابة كان طب هنا يبقى هعمل عايز كيلوميتر الواحد بيستهل الكاملتر. يبقى هعمل على الكيلو? يعني هعمل هنا. يبقى هوادي دي النحط تانية. وعمل هنا وهنا ايه? 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 اظن كده الموضوع بسيط جدا. ولو في ايجي حاجة ياريت طبعا زي ما انتم عارفين ان الكومنتات مقفولة. لان اليوتيوب حولت. طبعا الكلام ده في الفيسبوك هتلاقي مكتوب عادي. انما اليوتيوب حولت المحتوى العلمي. حولت المحتوى العلمي لمحتوى خاص بالاطفال وكده. فانتوا حضراتكم لو في ايه حاجة هتلاولوا لينكات بتاع جروب الواتس والتليجرام. خشوا وبعتول ايه سؤال وان شاء الله هكم معكم. ده كده كم درس النهاردة. لو في ايه حاجة واشت عليكم. ياريت اه تكتبوا لي في الكومنتات. او تدخلوا على طول على اللينكات بتاع جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام. اتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو. ادخل على اي جروب منهم. واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه انا ان شاء الله ساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا عن استجرام وتويتر. ولعاقبتك الحلة. ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.